يجيك تسويذ مستقبل الجزائر والناس عندهم أولادهم وتقولين أنت تفهمهم من اللي أنه تصغير وهو يسمع بلاد هذه وما فيهاش وما كانوا له ستدفع هذا الشاب ستدفعه للهجرة كسوت له حياته أحبط المعنويات تاه معنى أبنائك ستفرق عائلات يعني أنت تشوف الآن أن الجزائر هذا الوطن الرحب والوطن الجميل مثلاً أثرت نقطة مهمة نشكرك عليها هي نقطة الهجرة هذه نتيجة تسويد الصورة يعني أنت في رأيك هجرتهم فقط لأنه كي الناس سودت في وجههم الواقع شوف الإنسان يعني تمليث نوط تسمع جزائر 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 نحن نعرفوا شفية درته جزائر 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 كحله أنا عندي أولادي مثلاً أنت عندك عائلة وليدك هذا خلينا بالسياسة نخرجوا شفية السياسة تكلمت هذه واحدة نهار قال لك كيف شك تهدر فاضرة هذه أنت ماكش تلمت أراك تفركت العشة على العائلات الجزائرية عم بكش معنى أم كيروح لها وليدها خلينا من الوطن وخلينا من السياسة أم تفرق أم على وليدها لما تكحل المستقبل تلك الجزائر الجزائر معليش أنا نحاول نبنوها اليوم هناك إرادة باش تتبنى الجزائر والجزائر الغد لازم 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 جزائر الغد تكون خامل جزائر اليوم 2024 و2025 ملحق المواطن الجزائري أن يأمل في الأحسن وأن تتطور البلاد وتزيد القدرة الشرائية وتتسقم وكذا لكن الخطابات اليأسة كي يسمحها الجنم ليكون صغير أن يشوفها نحت أحيانا آباء تصيب ويستعمل خطاب هذا موليد وما كانوا قالوا وقرأوا وما تقرأوا وما قرأوا وما قرأوا وما تقرأوا وما تقرأوا وما تقرأوا وكذا الخطاب هذا هو اللي رك تركب تصنع لنا فرد سلبي أنا ماليش نقول لك البلاد سير رح تتسقم لا لازم تتسقم البلاد لكن المستقبل يكون على الأقل نتافي التصور تاعك هل رك حاسب اللي البلاد هذي قادرت أولا تسقمها وقادرت تسقم لذلك اليوم الخطر مش خطر على الدولة فقط يعني بالشق السياسي حتى على من الجانب الاجتماعي الناسيج الاجتماعي نتكلموا على عائلات اليوم أنا تكلموا تقول لي أنت الهجرة هذي وكذا خممتوا في والديهم الناس هذو دوك أنت بالخطاب بتاعك هذا ونشوف أحيانا يكونوا سياسيين هل لأنك حب تكون نتافي السلطة تروح تدير الشي هذا لكن كين ولي نشوف اليوم سلطة سياسية تبعت رسائل أمل ورسالة الأمل هذي على الأقل خلي الناس هذو على الأقل فهموا باللي البلاد هذي كان هاتقرة والدير يكونوا عندك دي بروم يكون عندك ميتية ويكون عندك لما نوجدوا بنية ونوجدوا مناخ اقتصادي فيه استثمار وفيه عامل ثم راح نخضعوا الآليات السوق حتى سوق العمل تقول لي الأقل الشاب هذره يوجد روحه ويكون يعني كامان توج خريت جامعات ولا راح يكون عنده أمل في بلد زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر